ما بيش حد النهاردة اللي بيسرق يقولك أنا معشان العيال أنا عم انتشاف ظروف الدنيا اللي مبطل صلاة ماني مش فانش وقال أنا صعبة علي اللي قاعد في المستشفى عيامين ايه يقول من الضغط تعيبت الضغط عاصر الناس مشيت ايها ليه مش مفوضة الامر ما حد يسيبه على الله لا ما حد يسيبه من رحم الله كله يقولك ايه فقتل كيف قدر ثم قتلك كيف قدر لا تدبر لك امرا دي مش شغلتك فزاو التدبير هلك فوض الامر الينا فنحن اولى بك منك انت مالك انت وما التدبير امور انت كنت فين لما كان بيرزقك وانت ببطنهم منزل الذي كان يلطف بك في الحشم مين اللي كان هقولك ايه انت لو تعرف تاريخك ما تفكرش افدا في بكرة ان ربا كفاك بالامس ما كان حتما سيكفيك غدا ما يكون ما تشيرش الهم في حملاله الهمومي جنون ان ربا كفاك بالامس ما كان حتما حقا سيكفيك غدا ما يكون قال له اكتب لك معاش لبنتين قال له لا اني علمتهم شورة الواقعة او ده درس مهم جدا في الحب المهم بقى لين احنا هو سيدنا عبدالله بن المشعود واصف او كده ان شركة التأمين بتاع سورة الواقعة اللي يقرأها ما يفتقرش هلا يؤثر نروح تانا جاي بسورة الواقعة من المصحف عاد تقرأ عن سورة الواقعة اكيد فيها كلام يا رزاق يا يا كريم يا حليم يا عظيم ما دهش حاجة ما نقيتش حاجة بتتكلم عن الرزق خالص مش ده السؤال صال لي بقى عن نبل تعال اوريك بقى الفلوس فين اوريك الفلوس في سورة الواقعة فين اقرأ معايا قول الله عز وجل افرأيتم ماتم نور شاف العيل دي انتم تخلقونه ام نحنوا ليه اقرأيتم ما تحرسون ما انش انت زرعون انت ما تقدرش بتزرع هي بقى السر في الحتة دي ان ما انش افرأيتم ما تزرعون لا انت مش مزارع انت حارس انت عليك الحرس زمان سيدنا الشيخ علوك يجيب انقرار الصناعي بتخلط الغابة اشتركوا في القناة